أستاذ عبد الرزيق الآن ما هي قراءتك لتوقيت زيارة رئيس الحكومة الليبية إلى تونس واللقاء مع رئيس الجمهورية وخلفياته بصفة عامة؟ أنا خليني قبل كل قبل أن نسرد لك من مجموعة حقائق فضل هناك اثنان لا نستطيع اختيارهم وهو الجار والشقيق الأول وهو صفة جغرافية والثاني هو قدر البيولوجي وتونس هي جار وهي شقيق ولو ليبيا كان لها ان تختار جار وشقيق للا اختار التونس العلاقة بين ليبيا وتونس في كل الزمن كانت دائما ليست منزل رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة ولا رئيس مجلس النواب بل كانت علاقتها بهؤلاء جميعا هي من أجل تونس وليست علاقتها بتونس من أجل أي مسؤول خلال أي فترة زمنية وهذه حقيقة مهمة مهم جدا تونس يعني في تونس وفي ليبيا هناك حالة نستطيع أن نسميها المجتمع العميق وهو الذي يجعل ليبيا وتونس هي أشبه ما تكون شعب واحد في دولتين إذن هذه حقائق مهمة الحقائق الأخرى العملية أن هنا أكثر منفذ نشط وحيوي على مدى أكثر من ربع قرن في العالم العربية كله هو منفذ رفوش دير نحن نتكلم على أكثر على قرابة مليار دولار تبادل تجاري تمر عبر الحدود البرية بين ليبيا وتونس لو نشوفوا ليبيا أكثر استثمارات في دولة أفريقية هي موجودة في تونس الفترة اللي فاتت يعني كان هناك قرار من رئيس الحكومة بينها تفتح المنفذ فخلال أقل من 24 ساعة كان هناك طابور من الشاحنات الليبية يتجاوز 20 كيلو متر على الطرف الآخر من حدود التونسية كل هذه الشاحنات كانت شاحنات فارغة يعني هذه الشاحنات كانت متوجهة لتونس وستاتي بسلع تونسية يعني هذا هناك أعتقد أن هناك آلاف ناس من تونس يشتغلون ويعملون توفر لهم هذا النشاط التجاري قرص عمل يعني نحن نتكلم أيضا عن أكثر ما بين مليون ونصف مليون أو مليون وربع سواح ليبيون يعني أكثر دولة يخفضها الليبيين هي تونس ماذا يحدث إذن مع هذا العمق مع هذه القيمة من يشوش من وصل به الحد ولا شو ليوصل بنا أنه نقلته إلى معابر حدودية مغلقة أنه نوصله إلى أزمات نجمة تكون أزمة غير معلنة ماذا يحدث على حد تقديرك عبد الرزيق الدهج أنا أنا ما أتمنى ما أتمنى أنا أثق في الحكومة الليبية الحصة نعرف أنها سابقة في توجهها نحو تونس في بناء علاقات جيدة مع تونس وتونس على الأقل خلال فترة سابقة كلها لم تدخل لأي لم تدخل بين قوسين في أي تحالفات أو في أي اختفافات إقليمية سواء مع هذا الطرف الليبي أو مع الطرف كانت العلاقة المجتمعية العلاقة بين الليبيين والتونس العلاقة الاقتصادية كانت قوية جدا ومتينة ولم تتغير في كل هذه الظروفة فهناك سوى دول إقليمية هناك أطراب داخلية قطة سواء لدى ليبيا أو سواء لدى توس تحاول أن تعكر الأجواء تحاول أن تتجه إلى ليبيا ممكن تتجه إلى مصادر أخرى في الاقتصادية نحن نريد بالعكس نحن نريد علاقات جيدة مع تونس نحن نستفيد من تونس تونس بالتأكيد تستفيد منه نحن تضرر عندنا تحدث أي شيء في تونس فتضرر ليبيا وكما تضررت تونس من اللحظات اللي حازت في ليبيا فالعلاقة قوية جدا ويفترض أن هي دائما المسؤولين في البلدين أستاذ عبدالرزيق هل هناك حسابات انتخابي؟ البعض يقول أن السيد الرئيس الحكومة المحترم عبد الحميد الدبيبة لديه حسابات سياسية وأنه ينخرط بالرغم من أنه غير معني قد يكون غير معني بالانتخابات القادمة وإنما هو يصطف إلى جانب بعض القوى الإقليمية اللي يساعد غدو أنها تكون موجودة سند لي في انتخابات ولذا أن التصعيد اللي موجود الآن هو من باب البحث على نقولها مابين دفرين إذا كانت تسمح على عدو سياسي افتراضي يكون الدولة التونسية وإلا تهديد الإرهاب وهذا يتيح من بعض ويتعدى بعض الاستحقات الانتخابية شو رأيك في الكلم هذي؟ أنا لا أتصور نحن الحقيقة نتقينا حتى من بلاد من حثقة لسيد رئيس الحكومة كان في لقاء خلال شهر رمضان وكان لقاء مفتوح وصال في نقاش كثير الحقيقة ليس لديها هذا الصعب يعني هناك لديها رغبة أنه يعمل شيء يبني شيء لكن بالتأكيد يعني أن هناك دائما أشياء حتى كثير من التصريحات تأخذ وتحسب بطريقة ليس كما هي يعني ليس كما هو يعنيها يعني حتى عندما نتكلم عن الإرهاب هناك بالفعل يعني الناس الليبي هناك وصول عدد الدواعش اللي كانوا في ليبيا في مرحلة المرحلة قرابة 10 رئيس يعني كانت هناك حرب وعنوا على دولة في منطقة وجزء منهم توينسة وجزء كبير منهم توينسة أنا أريد أن أقول لك مثلة مهمة في تونس نحن طبعا نقدر ونحترم الزعيم الحبيب بورقبة لكن الحبيب بورقبة كان عندها خطأين الخطأ الأول أنه دائما كان يأسس علاقاته مع ليبيا وعلاقاته مع الجزائر على هاجس أمني أكثر من البعد التجاري والاقتصادي كانت ممكن تكون تونس في خلال مرحلة الستينات وسبعينات وخاصة سبعينات والثمينات كانت تكون مرحلة أن استثمرت القوة يعني القوة الشرائية العادية للمساهلك الليبي أيضا أنت تقول عبد الرزاق الدهش أنه فما خطيئة أصلية في العلاقة منذ البداية لم تبنى على الأسس الصحيحة لكن مش نزربك شوية خاطر وصلنا تقريبا للنهاية أستاذ عبد الرزاق الآن عن فكرة الإرهاب هذه ألا تظنون أنه حان الوقت للحكمة وحان الوقت للخطاب الراشد وقت اللي نقولوا أراه ليست الدول هي الراعية للإرهاب وإنما هناك أشخاص وهناك أطراف داخلية وخارجية تسعى إلى رعاية الإرهاب وأنه لكلنا قاعدين نكتوي به بنفس الطريق هو نحن جميعا ضحايا للإرهاب هو في تونس وقاله في ليبيا فالي ينبغي أن يكون بدل توجيه الاتهامات أنا شوف هناك إعلام شعبوي هذا الإعلام هذه مسألة كبيرة جدا وإعلام هو في الأخير إعلام مضلل نحن نأهدنا في الإعلام أو في الصحافة دائما نتكلم عن امتحان الأذى دائما حتى قبل أن ننشر أي اخبار أو ننشر لابد من التحقق ولا بد من التقصد ولا بد من اختبار الأذى يعني شيء اللي تلتب عليها يعني إذا كان مثلا طلعوا ناس على الفيسبوك في ليبيا وآخرين مقابلهم هذا لا يدفع بالبولة لا يدفع بالحكومات أن تتجه بالعكس نحن دائما هذا نحن في ليبيا وفي تونس ضحايا للإرهاب نعرفه نعرف أنا قلت لك أنا أكلمتك على خطأين من يام بورقيبة وهي الخطأ الثاني فيما يتعلق بالجنوب التونسي جنوب التونسي ونختمو يفضلك سيد عبد الرزاق خطأ طويلة مهمش وهذا التهميش أصبح سوق عمل للإرهابيين والمضطرفين مش حتى الشيعيين حتى كله كانت دائما نشوف فيهم أن كان مصدرهم الجنوب التونسي في كل الحالات سيد عبد الرزاق في كل الحالات اللي نختمو به يمكن وشكرا لك على التدخل حان الوقت لسياسات عمومية تشاركية حان الوقت للمسؤولية على مستوى الخطاب وحان الوقت للرشد شكرا لك سيد عبد الرزاق هكذا ولا يظل يموفقني شكرا لك سيد عبد الرزاق هذا اللي نحن نعمل له إنه لا تكون خطاب مسؤول إن شاء الله لا تكون خطاب مسؤول لازم تقوية العلاقات وتنكين العلاقات وتطويرها جائما بشكل أحسن حتى تكون علاقة الليبية التونسية هي نموذج العلاقة حتى داخل العالم العربي العلاقة بين جارين شكرا لك عبد الرزاق قديش الكاتب وصوحه في ليبيا